اشتركوا في القناة نقل طالبات وتضمن لهم البقاء في قريتهم وذلك استجابة من سموه لمطالبات الاهل واولياء الامور كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الى استملاك عدد من الاراضي التي تخدم متطلبات البنية التحتية وتحسن جودة الخدمات المقدمة لاهل السنابس وتستكمل احتياجات القرية ومتطلباتها من المرافق والخدمات الحكومية وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وجريا على عادة سموه بالاطلاع عن كثب عن احتياجات المواطنين والتأكد ميدانيا من مستوى الخدمات الحكومية في القرى والمدن بقصد استكمال النواقص والوصول الى كفاية الخدمات قد تفضل فقام بزيارة ميدانية الى قرية السنابس ظهر اليوم حيث تفقد اوضاعها وخدماتها وحرص سموه على الاطلاع بنفسه على وضع مدرسة السنابس الابتدائية للبنات فامر سموه بمتابعة وضعها الانشائي واجراء الصيانة بشكل عاجل بالشكل الذي يحقق رغبة الاهالي في ابقاء الطالبات في المدرسة المذكورة والاستغناء عن نقلهم الى مدارس اخرى ان امكن وحرصا من سموه على تحقيق رغبات الاهالي في السنابس فقد شدد سموه على ضرورة اعادة تأهيل المدرسة بسرعة ويشمل ذلك صفوفها ومرافقها ومنشآتها ومرافقها على ان يتم دراسة انشاء مشروع المدرسة واستملاك ما يلزم بهذا الخصوص مع العمل على الحفاظ على بقاء الطالبات في منطقة سكنهم لما يتيحه ذلك من سهولة ويسر لاولياء الامور وقد اكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بان الحكومة يهمها يحصل المواطن على افضل الخدمات الحكومية واعلاها مستوى وجودة ولا يجب ان يتحمل المواطن نتائج اية نواقص في المنظومة الخدمية مشيرا سموه الى ان العزم الحكومي لا يتراخى في تحقيق البيئة المثالية للمواطنين التي تتوافر فيها كافة الخدمات التعليمية والصحية والاسكانية والتعليمية وما حققته الحكومة على هذا الصعيد يشكل بحق فخرا واعتزازا ولكن يبقى الطموح الحكومي لحياة افضل للمواطن لا تحده حدود ويدفعها دوما نحو المزيد وللقاء المزيد من الاضواح حول زيارة سمو رئيس الوزراء لمنطقة سنابس ينضم الينا سعادة السيد عادل حميد عضو مجلس النواب سعادتنا بداية كيف تنظرون الى زيارة سمو رئيس الوزراء لمدرسة سنابس الابتدائية للبنات في اطار الجهود الحكومية لتقديم الخدمات بأعلى مستويات للمواطنين أولا مساء الخير أهلا وسهلا نمسي عليكم ومسي على المشاهدين الكرام طبعا أريد أن أتقدم بجزيد الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمون قال خليفة رئيس الوزراء المؤقر حفظه الله ورعا على الزيارة الطيبة التي قام بها ظهر اليوم لقرية سنابس نعم وفي الواقع فأن كل هذه الكرامات والشكر والتقدير تعجز عن أداة حق رئيس الوزراء بهذه الزيارة الطيبة ويكفي أن صاحب السمو لم يمنعه الحر في هذا اليوم أو في ظهره هذا اليوم من أن يحضر ويتجول في المدرسة ويتفقد أحوالها ويسأل عن كل التفاصيل والأمور المتعلقة بها وحقيقتا أن هذه الزيارة أسلجت صدور كل أهالي القرية قرية السنابس ويتخلت الفرح والسرور في قلوب الجميع فشكرا شكرا لصاحب السمو شكرا باسم جميع أهالي السنابس واسم جميع البحرينيين سيد عادل سمو رئيس الوزراء أصدر أمرها الكريم ببناء مدرسة ابتدائية جديدة في منطقة السنابس بالإضافة إلى صيانة المدرسة الحالية الموجودة هل لك أن تعطينا مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع؟ طبعا سمو رئيس الوزراء أمر بتجديد أو صيانة المدرسة الحالية بأسرع عط ممكن لكي يتمكن طالبات من أن واصل دراستهم في العام الدراسي الجديد وأمر أيضا ببناء مدرسة جديدة ومحاولة استملاك الأرض الحالية والأرض الجانبية للمدرسة لبناء مدرسة جديدة إذن سعادة سيد عادل حميد عضو مجلس النواب شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر